كان السؤالي لحرراك قبل المدخلة انه في ناس كتيرها NOTorigしょ الخماس الحديث وفي ناس كتيرها طبعا تعرف الخماس الحديث مثلا بحب معرف الناس ابست لهم الحكاية ليه تروح تلعب خماس الحديث او تلعب الخماس الحديث ده ازاي او تلعبه فين او تلعبه ليه عشان الناس بتبقى ملكزة بس مع كور حتى أولاق الأمور يركزو بس اولادهم يروحوا لكره الكرية طبعا الكوره هي اللعبة الشعبية الاولى في العالم مش في مصر بس ولعب كل الحق الحقيقة لعبة رائعة الخماس الحديث ما هوش لعبة حديثة ولعبة موجودة في الأولمبياد من 1912 موجودة في مصر من 1975 يمكن التألق الفترة الأخيرة للخماس الحديث هو السمع أكتر هي لعبة عبارة عن فروسية قفز حواجز جاري جاري ورماية رماية ليزر شوتينج وسلاح شيش وسباح خمس ألعاب دول بلعب الخمسة كلهم تسيب له نقاط في كلهم واللي حصل على أعلى نقاط هو الفائز بالبطولة أنا بس حدة الناس لسا ما تعرفش خمس لأ الناس خلاص تعرف اللي بيكسل بأولمبياد والميدالية الأولمبية بتعرف ناس كل حاجة مظبوط يعني فطبعا إحنا كان لدينا الشرف أن 2018 أولمبياد الشباب وهي أقل أهمية طبعا من أولمبياد الكبار أولمبياد الشباب هي كانت البداية بالميدالية هين الدهب بتو أحمد الجندي وسلم عيمن عبد المقصود من ثلاث ميدالية الدهب جابتهم مصر ميدالية الثالثة كانت في الكاراتير لياسمين الجويلي فدي سماعة جامد وبعد كده كانت ميدالية أحمد الجندي في أولمبياد توكيو وهو عنده 21 سنة وده سن صغير جدا في الخماس الحديث الحقيقة فطبعا سماعة جامد جدا مع طبعا الألقاب الكتير اللي حققناها في طولات عالم سواء على المستوى الكبار أو ناشين أو الشباب والجوائز الكتير اللي كسبناها في آخرين كنت سنتين ثلاثة سواء على مستوى الاتحاد الدولي بدأنا بتاني أفضل اتحاد على مستوى العالم كنت سنة الفاتز كنا أحسن أحسن اتحاد على مستوى العالم وطبعا في مصر برضو فوزنا مجهزة أحسن الاتحاد على مستوى مصر كان برضو فرع كتير وهو نتيجة الحياة موجود جامد جدا بوزل من لعبين ومدربين وعلى أمور وعظم جزارة الاتحاد الحقيقة يعني محدش محدش تأخر ومحدش يعني وفر من مجهوده والحمد لله كل من نجاح طيب عظم جدا أنا هتكلم مع حرارك على إنجازات عظيمة للاتحاد الخماسي الحديث وهتكلم مع حضرتك على أمال وطموحات لنا الفاتح اللي جايز سواء على مستوى الاتحاد الخماسي الحديث أو حتى على مستوى اللجنة الوروبية وطموحاتنا في هذا الأمر بس برضو أكيد دور من أدوار اتحاد الخماسي الحديث هو انتشار اللعبة إنه يبقى موجود في عدد كبير من الأندية عدد كبير من المحافظات وأكيد حضرتك بتعمل الشغل ده وطموحة السادة المسؤولين في اتحاد الخماسي الحديث فعرفنا أكتر الشغل المعمول في ده طبعا هي يعني ممسكنا احنا الاتحاد الحقيقي من فترة كان كله محصول في القاهرة في أول حاجة عملناها أحيانا منطقة سكندرية تاني وهي كانت القطب الثاني للعبة الخماسي الحديث ثم عملنا منطقة في وسط الدلتا وثم عملنا منطقة في الواد الجديد وبدأنا ننتشر كان آخر حاجة لنا أو آخر يعني مشروع كبير لنا إنه احنا عملنا تعاقد مع الديت سيت كلاب مشكورا أستاذ سيفي الوزيري رئيس مجلس الإجارة مضينا معاه تعاقد بحيث إن احنا ننشر اللعبة في جميع محافظات مصر اللي فيها ملاعب تصلح ملاعب سيت كلاب هاي فدي كانت خطوة كويسة جدا ويمكن كان من أسبوع فاته يمكن كان عندنا بطولة جمهورية للليزر رن بتتلعب على أستاذ بانها وكانت نجاحا نجاح كبير قوي بعدد كبير جدا من المشاركين فإحنا ده طبعا هو أهم هدف للاتحاد هو نشر اللعبة في جمهورية مصر العالمية هاي هاي طيب عايز أتكلم أكتر على بطولة كاس العالم القادمة اللي هتقوم إن شاء الله في مصر هتقوم إمتى التفاصيل البطولة إيه فكرة الإنجاز إن البطولة دي تبقى موجودة عندنا عشان ممكن الناس تتعامل مع الأمور دي عادية احنا نفرح قوي لو قالونا مثلا إيه كاس العالم لكرتة دي قد موجود في مصر كاس العالم لكرتة قدم إن شاء الله يبقى موجود في مصر هتكلم محراك في هذا الأمر بس ما يعرفوش برضو إن فيه سعبات عشان توصل إنك تستضيف كاس العالم في الخماسي الحديث دي منافسة كبيرة ومس سهلة فحراك برضو كلمنا عن هذا الأمر طبعا إن تجيب أي مناسبة كبيرة لمصر عايزة مجهود شاق جدا الحقيقة صحيح ويمكن الدولة مؤخرا بقت بتسعب بشكل كبير الاتحادات في إنها تخد هذه التجربة وإنها تقدم ملفات جيدة جدا لإستضافة مصر لبطولات الكبرى فالأولمبيات مثلا عشان بترسي عليك قبل معادة الأولمبيات بالسابعة سنوات فالملف بيبدأ من قبل الأولمبيات اللي إنت عايزة تستضيفها بعشرة سنوات صحيح البطولات الدولية الكبرى عادة مع يعني تختلف من تحاد للاتحاد إنما من سنتين إلى ثلاث سنوات بتبدأ ترسية البطولات فإحنا جينا في سنة 2019 الحقيقة كان خلاص يعني مدتنا تنتهي عشرين عشرين مع الأولمبيات هناك نعرف طبعا الأولمبيات هتتأجل سنة ويتمدلنا سنة إنما كان لازم نأمن للاتحاد اللي هيجي بعدينا أي أن كانت الخيبات هتجي من بطولات لإننا لو مشتغلتش وعملت بيدنج في البطولات هيجي اللي بعدين هتنفسه قاعد ثلاث أربع سنوات ما بيعملش حاجة خالص صحيح أو ما عندوش بطولات كبرى يقدر ينفذها ويبدأ يعمل بيدنج في البطولات كمان ثلاث أربع سنوات فالحمد لله إن إحنا مع الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي عندو عشر بطولات كبرى في السنة أربعة كاس عالم نهائي كاس عالم ثم بتطلع عالم في المراحل المختلفة الكبار ونشئين وشباب في المراحلين والاتنين وحاجة اسمها البياثر والترياثر والليزر راند ده للجراس روتس أو للسن الصغير فالحمد لله إن إحنا أمننا المصر كاس عالم رقم واحد اللي حيقام في أفريقيا حيقام على أرض مصر سنة 22 و23 و24 المؤهل لأولمبياد باريس إن شاء الله في تفاوض دلوقتي مع أزمة طبعاً اللي حصل في روسيا أوكرانيا وكان دا كله كان فيه بطلات حتقام في أماكن قريبة فالتحاد الدولي بيدور على المديل للوقتي لنتعرف إن اللجنة الأولوية الدولية خدت قرار بإن يترمى مقاطعة أو منع اللاعبين الروس من المشاركة في أي بطلات دولية والتحاد الدولي الخماس الحديث خد قرار بمنع بش بس لعبة روسيا لعبة روسيا ولعبة بلا روسيا كمان اعتبروهم يعني أن الدولتين مشاركين في هذا الأدوان على أوكرانيا فبالتالي منع دعا بيهم من المشاركة ودول قوتين عزمتين في الخماس الحديث يعني فبنتفاوض دلوقتي على كمان بطلت العالم للكبار عشرين اتنين وعشرين في آخر يوليو وكان فيه اجتماعات مكسفة مع سيادة الوزير في الأشر صبحي ورئيس التحاد الدولي ورئيس اللجنة الأولوية المصرية في هذا الصدد وإن شاء الله تكلل بالنجاح ونعرف نجيبها إن شاء الله ده خبر عظيمة فهلا ده خبر عظيمة احنا محظوين نحن نسمع الخبر ده مع حضرتك كمان شكرا لكم